بس قبل ما نروح لماتش النهاردة فكرتوني عشان احنا بنتكلم بقى رجعنا بقى لإيه للدول المحلي حننقل نقلة كبيرة شوية ولكن حننقل في إحدى المباريات أمس كنا بنشوف مباراة بين فرقتين شفنا بعض المباراة بعض الجماهير كسرت حطامت بعض المقاعد في الاستاذ شفنا بعض الجماهير المنتمين لأحد الأندية حطامت مقاعد في ملعب المباراة ممكن يكونوا دفعوا الغرامة بعد المباراة ما فيش مشكلة بس أنا عايز أشوف العقوبة الإدارية ربطة الأندية عايزين نشوف عقوبة إدارية زي 898 بتقوى النادي الأهل اللي توقفوا 898 عايزين نشوف بقى العقوبة الإدارية في ماتش مبارح غير الغرامة ما الغرامة هم مطالبين إن هم حيدفعوا إمتل الكسر بس أنا عايز أشوف العقوبة الإدارية من ربطة الأندية ولا هتوقفوا لنا برضو حد من جمهور الأهل بعد ماتش مبارح هنشوف إيه اللي هيحصل يعني ما أنا مش هسكت على حد السنة اللي فاتت كنا طايبين وبنسكت السنة دي لا دي نحاقي ودي له حاقه عقبني لما غلط وعقب أي حد لما يغلط لازم مساواة لازم العادل عشان تستقيم الأمور إنما كده هتمشي تاني زي السنتين اللي فاتوا إن شاء الله موسيقى